يجي وقت أخبار بقى النادي الأهلي في رؤون مختلفة والنشطة كمان المختلفة من رسلتنا هتكون معنا سالة حامد هي موجودة دلوقتي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة سالة صباح الخير عليك ونصبح لك يا ناو كريم يا صباح الخير بصبح عليك زميلتي نهواند وزميلي كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الأسبوع من عشرة الصبح في الأهلي يعني يا رب نهاردة ان شاء الله اليوم يكون مليان بالسعادة والخير والتفاؤل على كل اللي بتابعونا يمكن أنا الوقت معكم من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يقلكم كل الأخبار والأمور المتعلقة بجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي وكمان الفريق الأول لكرة القدم بس خليني قبل ما أتكلم عن أخبار جميع الفرق خليني أضيف لكلامكم كمان زميلتي نهواند أنه أتكلم عن الحدث اللي طبعا كلنا شفناه مبارح وكان فيه عدد كبير جدا من أعضاء النادي الأهلي كانوا متواجدين داخل مقر النادي عشان يتفرجوا على الحدث العالمي والكبير والعملاق ده وهو نقل المميوات يمكن الكل كان متواجد يعني بكثافة هنا داخل النادي الأهلي عشان يتفرج على الحدث ده كانت الأجواء أكثر من رائعة وكمان الكل كان فخور يعني أنه حدث ده ده بيحدث هنا على أرض مصر كمان إدارة الخدمات تحت إشراف الأستاذ محمد الألفي كانوا يعني مجهزين الأماكن والكراسي عشان الكل يبعندوا الإمكانية والفرصة أنه يتفرج على الحدث ده يعني كانوا مجهزين جميع الشاشات شاشة العرض شاشة الرئيسية وكمان الشاشات الأخرى عشان الكل يتفرج كمان يعني الكل كان بيتكلم على قد إيه هو يعني الحدث ده يدعو للفخر وأنه هو توثيق هام جدا لتاريخ مصر العظيم خليني بقى أنتقل وروح لأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت كيادة مستر فيتسو موسماني وبعد التأهل والتعادل على أو مع نادي المريخ السوداني هدفين لكل فريق سجل هدفين لنادي الأهلي ياسر إبراهيم وبدر بنون يمكن بعد المباراة اللي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان لعبينادي الأهلي رجوا من رحلتهم من السودان للقاهرة مبارح بالليل ولكن الموديل الفني مستر فيتسو موسماني قرر بدون راحة وموصلة التدريبات على ملعب مختار التتش النهاردة التجمع هيكون الساعة 12 والتدريب هيكون الساعة 1 استعدادا للمباراة القادمة أمام سينبا التنزاني يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 9 بالليل على استاد القاهرة الدولي وده طبعا هيكون في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطول الدوري أبطال أفريقيا خلاص لعبينادي الأهلي والجهاز التفني أفلوا صفحة مباراة المريخ السوداني وهيركزوا في مباراة سينبا المباراة الأخيرة في دور المجموعات خليني بقى أنتقل واروح لأخبار ألعاب الأخرى ويعني خليني أقول لك زميلتي نهوانت وزميلي كريم إنه يوم الجمعة الماضية كان يوم جميل لكل مشجأ أهلاوي كان يوم مليان بالانتصارات والفوز في جميع الألعاب الأخرى ويعني خليني أبتدي بكرة السلة ورجال السلة تحت قيادة الكابتن أشرف توفيق يمكن الرجال السلة فازوا على نادي أسموحة بنتيجة 95-85 ويعني المباراة اللي شفناها طبعا كلنا وشفناها تقلق كبير جدا من اللاعبين نادي الأهلي زي مودي الجاحي كابتن الفريق إهاب أمين وهو يعني يسجل 27 نقطة في المباراة كانت طاب سكور في مباراة أسموحة كمان أليكس يونج عمر طارق وكمان عمر الجن دي كل اللاعبين دي تقلقوا في المباراة وكمان المباراة إن شاهدت عودة معظم الغيابات زي إبراهيم الجمال وكمان أحمد حمدي كمان نادي الأهلي أحمد السلعاوي يعني كان رجع من الإصابة عفا من الإصابة بشكل كامل ويرجع للتدريبات الجمعية أمس والنهاردة إن شاء الله يعني رجال السلة هتمرنه في تمام الساعة 8 مساء استعدادنا للمباراة القادمة أمام سبورتينج يوم الجمعة في بطولة الدوري وسيدات السلة مباراة اتمرنه يعني تمدين خفيف في الجم الساعة 9 الصبح عشان يستعدوا لمباراة اليوم أمام الشمس في أول مباراة لهم يعني في الدور الثمانية ده بس أوف ثري طبعا يعني نعارفين طبعا نادي الأهلي هلعب ثلاث مباراة مع نادي الشمس لو فز أول مباراتين مفيش ده إن هو يلعب ثلاث مباراة وهيكونوا يتأهلوا لدور الأربع النهاردة إن شاء الله المباراة هتكون على صالة الشهدة بمقر النادي الساعة 8 كمان خليني قبل ما أختم معاك زميتي نهواند وزميلي كريم كمان كرة طايرة سيدات ورجال يوم الجمعة الماضية فرحونا وفازوا على يعني رجال الطايرة فازوا على نادي بيتروجات بثلاث أشواط مقابل لشيء وسيدات الطايرة فازوا على نادي أصحاب الجياد بثلاث أيضا أشواط مقابل لشيء والفرائتين هيستعدوا إن شاء الله بكرة عشان يواجهوا نادي هليوبلس رجال الطايرة وسيدات الطايرة هيواجه بكرة إن شاء الله هليوبلس على صالة هليوبلس الشروق رجال الطايرة الماضية هيكون الساعة 8 وسيدات الطايرة هيكونوا الساعة 6 يعني دي أنا هواند ويا كريم كانت أبرز وأهم الأخبار والأمور كلها المتعلقة بجميع الرعادي المختلفة داخل النادي الأهلي والآن العودة مرة أخرى للستوديو كلمة لك أنا هواند تفضل رائع جدا يا سألة بنشكورك على التغطية دي شكرا لك